اختتمت فعليات منتدى مصر لتعاون الدولي والتمويل الإنمائية وجاءت فعليات الختام لبلورة العديد من القضايا التي تمت مناقشتها وعلى رأسها تغير المناخ وتعاون بين القطعين العام والخاص وتمكين المرأة في الملف الخاص بتحديات تغير المناخية مع ختام فعليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائية جاءت الجلسات النقاشية حول الطريق إلى الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر كوب السابع والعشرين وجهود الاستثمار من أجل المساهمة في البنية التحتية المستدامة من أجل التحول إلى الاقتصاد الأخضر العادل برشة كان على إدماج المرأة في التغيير الأخضر وكيفية عمل على هذا البرنامج واحد من الأساسيات أنه النظرة للمرأة في المجتمع ممكن أنه يشمل بعض الجوانب السياسية بعض الجوانب الاجتماعية اللي نطلع عليها بشكل المساواة المساواة مش عشان هي تكون رجل ولكن أنه هي تكون عندها نفس الإعطاء نفس الفرص في التعليم في العمل ودعمها بهذا الجانب كما تصدرت أولويات قضايا الختام أهمية مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاصة بهدف تحقيق نتائج أفضل للمجتمعات على المدى الطويل وذلك مع انطلاق المائدة المستديرة حول المنصة الوطنية لبرنامج نوفي بالإضافة إلى ورش العمل التي تترقت إلى التمكين الاقتصادي للمرأة في أجندة العمل المناخية في هذا الأسبوع ومن خلال جلسات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي ناقشنا العديد من القضايا الخاصة بالاقتصاد الأخضر والتنمية في أفريقيا والتغير المناخي وبالطبع يأتي تمكين المرأة كواحدة من أهم القضايا المطروحة للحديث كما تأتي قيادة المرأة في العالم العربي وأفريقيا في أجندة العمل المناخي لأنه بالطبع دعم المرأة لا ينفصل عن تحديات التغير المناخي هكذا جاءت فعليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي لتضع خطوة جادة على طريق تحقيق أهداف قمة المناخ المرتقبة في شرم الشيخة أهداف عنوانها دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة التعاهدات إلى مرحلة تنفيذ وقيوامها تعزيز العمل المشترك والترابط الوثيق بين التنمية والعمل المناخي ترجمة نانسي قنقر